السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن بداية تراجع كوكب المريخ في برج الأسد رح يبدأ تراجع المريخ طبعا في برج الأسد يوم الجمعة 6-12 تمام الساعة 11-33 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش من مساء الجمعة ورح يستمر التراجع في برج الأسد لغاية الساعة 10-43 دقيقة من صباح يوم 6-1-2025 بعدها بده يرجع متراجع لبرج السرطان ورح يستمر في التراجع في برج السرطان لغاية الساعة 11-59 دقيقة من فجر يوم 7-2 بعدها يرجع للحركة الأمامية في برج السرطان عادة لما بيبدأ المريخ بالتراجع يفضل أنه نكون أكثر صبرا وأنه نترك الأمور تأخذ من جراياتها دون المساهمة ما نبدي وجهة نظرنا ما نحاول أن نواجه الصعوبات نتركها هيك بحالها بتمشي وبتحل حالها لأنه أي نشاط من حولنا نبذله بهاية الفترة نصاب بالإحباط أي مبادرة لأنه هو يعتبر النحس الأصغر فهو بعطل كثير من الأمور يعني بمعنى آخر أنه كثير من العاقبات رح تعترضنا أو تعترض طريقنا وما رح يكلنا أو تفتحلنا أو تعطينا مجال أو فرص لتحقيق أهدافنا بالفترة القادمة في فترة تراجع المريخ يجب أن نبتعد تماما عن المنافسة عن المواجهة عن النقاش الحاد عن العصبية عن حسم الأمور لأنه دائما بتكون نتائجها سلبية ما بتكون لصالحنا وبما أنه منحكي عن كوكب المريخ إذن إحنا منحكي عن كل الأشياء اللي إلها علاقة بالنار إلها علاقة بالآلات الحادة إلها علاقة بالميكانيكا بأنواعها يعني بمعنى آخر إذا عنا صوبة غاز أو عنا أي شيء بيشتعل بالنار نتفقده ونفحصه بشكل جيد لأنه ممكن يتعطل بشكل مفاجئ إذا بدنا نشتري آلة أو ماكنة أو سيارة أو بدنا نعمل صيانة للسيارة إذن برضو بدنا نتأكد من هاي النقطة بشكل قوي جدا برضو بدنا نحاول قدر الإمكان نبعد عن المنافسات التحدي أو الأشياء اللي تتعلق بالقوة بالمجهود بأني أنا بقدر أعمل هذا الإشي برضو بالفترة هاي نحاول نبعد عنها الستات اللي بيشتغلوا في البيوت أو الأشخاص اللي بيشتغلوا مثلا بالمطاعم أو فرن غاز أو موقد أو صوبة غاز أو أي شيء إلو علاقة بالنيران بدهم يكونوا حذرين المريخ وكوكب الطاقة والجنس دائما إحنا نحكي هاي النقطة لما نذكر أي حركة لا إلو فعشان هيك بيشعر اللي بيلعبوا رياضة بالفترة القادمة إنه رغبتهم قلت بيصيروا يتهربوا من التمارين الرياضية بيبطل عندهم نفس لأنهم يبدلوا جهد أكثر خلاص بدهم يعملوا الأشياء كأنها أشياء مسلمة وكتفينا أو حتى ممكن إنهم يترك الرياضة أما بالنسبة للموضوع الجنس فإذا في فترة التراجع أفراد كثير اللي هم بيكونوا عرضة أساسا أو عندهم مشاكل إلها علاقة بالقدرة الجنسية إنه بيشكوا من هذا المسألة عدم القدرة الضعف عدم الرغبة التقلب في المزاج أشياء من هذا القبيل أيضا بيركز على الأمور اللي إلها علاقة بالمشاكل الصحية والنفسية عادة فترة التراجع هي ثلاث شهور ولكن هاي السنة تحديدا فترة التراجع رح تكون شهرين لأنه المدة اللي رح يبدأ فيها زي ما حكينا يوم الستة اتناعش بينتهي يوم سبعة اتنين فهي مدة شهرين أكثر المتضررين من العملية التراجع هي أول أشخاص هم موليد برج الأسد في المرحلة الأولى لحد ما يرجع للسرطان بيصير موليد برج السرطان برضو يتأثر بشكل سلبي وأيضا موليد برج العقرب وموليد برج الحمل لأنه هو الكوكب الحاكم عليهم الآن بما أن المريخ بده يدخل على برج الأسد ويعتبر برج الأسد هو من الأبراج القيادية أو اللي لها علاقة بالقادي أو اللي لها علاقة بالقوة والنفوذ فإذن دخول المريخ وتراجع المريخ في هذا المكان رح يأثر بشكل سلبي على الأشياء اللي لها علاقة في برج الأسد فبما أنه هو كوكب النيران والأدوات الحادة والتفجيرات والعنف والحرب فغالبا ابتنشب حروب ومواجهات عند التراجع والآن رح تكون بحدية أعلى بما أن التراجع رح يكون في برج الأسد وأيضا ممكن أشخاص من القادي أو أشخاص كبار ومشهورين أنه يخرجوا من الساحة باغتيال بقتل موالطبيعي ولكن بتكون هاي لأغلب إنها أمور عنيفة إيش الزوايا اللي رح تتشكل خلال فترة التراجع عشان نعرف إنه نقيس على إيش بالضبط أول زاوية رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون يوم 12-12 تجعل التفاهم مع من حولنا صعب أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية ممكن تصل للانفصال أو للعنف أو للطلاق حتى بدافع الطيش بتدفعنا برضو للطيش وللإفراط بكل شيء يعني المبالغة في كل شيء وهذا التحول غير مناسب بها علاقات الحب والتوقيع على العقد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون يوم 3-1 طبعا بالنسبة للزاوية اللي مع الزهرة هي زاوية مدة استمرارها رح يكون أسبوع قبل وأسبوع بعد المريخ مع بلوتو مدتها طويلة يعني رح تأخذ فترة قرابة يعني نقول 12 يوم بـ 12 يوم 12 قبل و12 بعد وهي زاوية اللي بين المريخ وبين بلوتو يعني تعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال واللي بتولد عندنا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد للتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرق النجاح مبادرات وعلاقات وبتدل كذلك على انه الفترة القادمة رح تشهد اضطرابات على مستوى عمال ممكن ترافقها اعمال شغب او حوادث عنف كما انها بتشهد هاي الفترة مقتل احد القادة او الكبار الشخصيات في ظروف غامضة في دولة ما وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على عدود انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية او تفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل ولا حرائق الغهبات الان او او هاي ممكن اشخاص ما يفهموا معناها هاي الزوايا دائما لما بتتشكل نذكر نفس الكلام نذكر نفس الاثار ممكن الفترة القادمة تكون فيها كل اللي ذكرنا وممكن يكون اشي واحد من اللي ذكرنا مش معنى انه لازم كل اللي انا حكيته هو يكون الفعلي طبعا لها حسابات اخرى ولكن هاي اثار هاي الزاوية وهاي الاشياء اللي بتأثر من هاي الزاوية انه هاي الاشياء اللي ترافقت على مر الاف السنين انه بتصير هاي الاحداث فنحطت كانه هاي المصطرة وانتي طبعا على حسب الظروف الراهنة والاحداث اللي بتصير قيس عليها زي ما بدك طيب بالنسبة لتراجع المريخ زي ما حكينا الزاوية زاويتين راح يكونوا صعبين مش سهلين وعملية التراجع اجمالا هي مش سهلة طيب خلينا نشوف ايش التأثيرات راح تكون او اكثر الاشياء اللي بدهم ينتبه الها اصحاب الافراج بالفترة القادمة طبعا راح احكيها بشكل مختصر عشان يعني بتحاول انت تفسره لكل الوضع على حسب حياتك ما بدي اشرح انا بتفصيل ممل وبعدين طولت بالحلقة واسهبته والكلام اللي دايما بنسمعه برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل اهم النقاط هي الحذر في التعامل مع الاحبة لانه البيت الخامس اللي هو علاقة بالأولاد الو علاقة بأحد الوالدين الو علاقة بالأحبة بالغراميات او الاشخاص اللي عندهم علاقات حب او الاشخاص اللي بيبالغوا بالترفيه او بيبالغوا بالامور اللي اللي لها علاقة بتجربة الحظ عدم المبالغة في تجربة حظكم وبرضو بتكونوا ديروا بالكم اثناء التعامل مع اولادكم بيغلب على موليد برج الحمل بالفترة القادمة السلوق العنيف وبسوء تعاملك ولياقتك في علاقاتك العاطفية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا العملية التراجع رح تكون في البيت الرابع فاذن الحذر من النيران منه الادوات الحادة لاسيما المطبخ ايضا يجب ان يتجنبوا اي مواجهة مع اي فرد من افراد العائلة لانه رح يكون بالفترة القادمة خلافات عائلية ظاهرة بشكل مبالغ فيه لموليد برج الثور ضبط الاعصاب مطلوب وعدم اخذ القرارات مطلوب الاعطال المنزلية او الاحداث المنزلية تكون واضحة وممكن حتى تشعر ان الحياة في المنزل غير محتملة هاي الامور انتعاد على حسب وضعك بتحللها برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بما انه رح يكون في البيت الثالث اذا تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك وعلاقاتك ما بينك وبين الاخوة والجيران فبدك تحذر اثناء السياقة داخل المدن ما في داعي للتهور بدك تركز في اعمالك وخصوصا اذا تعمل انت من ضمن الاتحادة بدك تكون حذر من الاصابات بتزيد عدوانيتك وهذا الشيء ممكن يسبب لك خلافات وسوء تفاهم وعليك تجنب التنقلات والاسفار الا باذا كنت مركز بشكل جيد في كل تحركاتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يجب محاولة التخفيف من النفقات المتصاعدة لأنه في بيت المال بيت الثاني اذا رح يكون متطلبات كثيرة مطلوبة منك عليك مصريف عليك التزامات ضائقة مالية او متطلبات فهما في داعي للمغامرات المالية وما في داعي للمجازفات والتهور ممكن يكون في بعض النزاعات لها علاقها برفقاك بالعمل او مع رئيسك لأسباب مالية وعليك تجنب التبذير قدر الامكان برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هم اكثر المتضررين لأنه تراجع موجود عندهم فبدهم يضبطوا عصابهم اثناء تصريف امورهم اثناء تعاملهم مع الغير اثناء حواراتهم اثناء نقاشاتهم ما في داعي للمجازفات او المغامرات او انه يبالغ بقوته اكثر يعني انه والله انا قوتي بهذا الحجم وفجأة بدي اصير هرقل ما بتزبطش بهاي الفترة تكونوا حذرين عشان ما تتعرضوا لإصابات بتكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف وهذا الشيء ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك عليك تجنب المبالغة والتحديات اهم شيء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بدهم يحذروا من المؤامرات اللي ممكن انها تحاك ضدهم في الخفاء من اشخاص بعرفوهم او ما بعرفوهم بدهم يكونوا حذرين ما يؤتمنوا اي شخص على سرهم ما يحاول يفضفض للغريب او لشخص غير موتوق بدك تحاول قدر الامكان تكون حذر جدا وحاول انك ما تدخل بأي مجازفات مع او مغامرات او عدائية مع اشخاص ممكن يتآمروا عليك من وراء الكواليس بيزيد عنفك وفضاتك في التعامل مع الاخرين فبدك تكون حذر ايضا من هاي النقاط برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بدهم يتجنبوا اي مواجهة مع الاصدقاء لانها راح تكثر المواجهات مع الاصدقاء ممكن تخسر صديق او يصير عداء ما بينك وبين صديق او تقطع علاقتك مع اصدقائك وتجنب الدخول في الجدال هي نقطة الجدال هي اللي راح تكبر الامور بشكل اكبر ممكن يصير خلاف اثناء تواجدك من ضمن دعوة اجتماعية او مناسبة فايضا حاول قدر الامكان متوجه اي انتقادات او اي جدال وتحامل على نفسك قدر الامكان برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب بدهم يحافظوا على سمعتهم لانه هو في بيت السمعة عملية التراجع بالنسبة للك بيتك العاشر فاذا سمعتكم على المحك ممكن اي تصرف او اي حدث يشوه سمعتك مجازفة مغامرة علاقة حب او معرفة في شخص معين او ذهب لمكان مشبوه ومصالحكم الاجتماعية ايضا ممكن تخسر بعض العلاقات او بعض الاشخاص بسبب سوء تصرف بدكو تتجنبوا المواجهة مع المسؤولين في العمل بتزيد عدوانيتك واندفاعك فممكن تخالف القوانين او تجازف وهذا الشيء برضو يشوه سمعتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بدهم يحذروا على الطرقات لا سيما اذا عندهم سفر بين المدن او قيادة سيارات لمسافات طويلة ايضا ممكن تلتغى سفرتكم بدكو تتجنبوا ايضا التعامل مع الغرباء او اشخاص خارج البلاد بدون ما يكون في ثقة متبادل ما بينكم ما تبدأ علاقة هيك وما تحاول انك تدخل على اماكن مجهولة او ما بتعرف عنها شيء تحب تغامر وكذلك عند السفر او تنقلات البعيدة اذا عندك سفر عدولة انت ما بتعرف فيها حد بدك تكون حذر يعني زي ما حكناها المجازفات واللي عنده امتحانات جامعية في الفترة هاي بشر انه ما عنده رغبة للدراسة او للامتحانات واذا عنده امتحان ما يعتمد على الحظ برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجدي حاولوا قدر الامكان انه يعني في هاي الفترة انه ما تحاول تجتهد بادخال تعديلات على ميزانيتك بدك تحذر ايضا من اي شراكة مالية والشراكة المالية وانا مقصود فيها انك تغامر باموال الغير ما ان كان قرب بنكي بدك تفتح مشروع بالاسهم بالمعاملات المالية او البنكية او تتحايل على ضريبة او على تأمين فهاي الفترة رح تكون ضدك تماما ورح تنكشف الامور وممكن انت تعاني من هاي الازمة بشكل مبالغ فعشان هيك ما تغامر باموال الغير نهائيا لانه برضو حب المجازف رح يكون عالي جدا عندك وهذا شيء ممكن يعرضك لمشاكل في عمالك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو يعني بتكون تكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع شركائكم وخصوصا شركاء المال او شركاء العاطفي ما بينكم بين الازواج لانه كثير من المشاكل الزوجية بتكبر في خلال الفترة هاي وخصوصا انه التراجع رح يكون في بيت الشراكة المالية والعاطفية اذا ما بين الازواج بتكونوا حذرين بتعامل مع زوجتك او بتتعامل مع زوجك وحاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة لانه رح يكون فيه نزاعات في المنزل او شقاقات ما بينك وبين شركائك ضبط الاعصاب مطلوب العصبية ممنوعة تماما وحاول انك ما تحسم اي امر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت على موليد هذا البرج الحذر في تعاملهم وخصوصا مع زملائهم بالعمل وبدهم يتجنبوا رفع اوزان ثقيلة عن الارض لانه اسفل الظهر بيكون عرضة للاصابات عندهم او ممكن تتعرضوا لالتهابات او جروح او حروق فيما يدين العمل اذا الحذر مطلوب وخصوصا انه التراجع رح يكون في بيت العمل وبيت الصحة تركزوا بشكل جيد ايضا اعمالك حاول انك ما تقدمها ناقصة وما تدخل باي خلافات لانه عادي جدا ممكن تخسر وظيفتك او عملك بسبب الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة